اشتركوا في القناة ورحت عليه وحصل حاجة خارج ايدي او ضرورة خليته يصل للظهر بعدما العصر قدم ايه الضرورات الشرعية دي فاتكلم عن النوم وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مجلس اللي فات تكلمنا عن النوضة رحت عليهم نومة بعدما سيدنا بلال اتفق مع النبي هو اللي هيصحي الصحابة رحت عليهم نومة وسيدنا بلال نام وما صحهمش والألف وربعمائة صحابي والنبي نفسه عليه السلام صلى الفجر بعد طلوع الشمس بسبب نوم سيدنا بلال اللي كان دوره يصحي الجيش وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تحسوش بتأني بالضمير انتو مش مقصرين اروحنا بايد ربنا امسكها حيث شاء وردها حيث شاء خدنا بالاسباب نمنا تعبنين وصينا حد يصحينا اللي وصينا نام هو كمان من شدة التع حتى سيدنا بلال قال ما قلقيت علي نومة مثلها قط ونكمل بقى من الحتة لي وحتى ساعتها قلنا انت عملت اللي عليك نمت في وقت طبيعي وظبطت منبهك راحت عليك الصلاة رغم ده كله معلش ما تقومش متدايق ولو قمت متدايق الصحابة قاموا متدايقين والنبي قال لهم ما تتدايقوش لا عليكم وقال لهم كده لا بأس عليكم مرويدا لا بأس عليكم وبعدين قال لهم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها اول ما تصحط وضع وصلي على طول تلك كفارتها يبقى انت لو فاتتك صلاة بسبب النوم اول ما تصحص ليها ذاك وقتها وتلك كفارتها ويبقى ده وقت الصلاة وكان العلماء يقولوا لنا كده اللي نام عن صلاة اول ما يصحى كأن الصلاة قدنت خلاص ده وقتها وقتها لانك انت كان مرفوع عنك التكليف وقت النوم ورفع القلم وعن ثلاث الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ فوانت نايم مرفوع عنك قلم التكليف فلو راحت عليك نومة وفاتك صلاة من الصلوات وبالذات كمان لو كنت واخد بالاسباب زي ما النبي وصى سيدنا بلال فراحت النومة كمان على سيدنا بلال يبقى انت اول ما تصحى مفيش اي حاجة قدر الله وماشى افعل في واحد بيخش ينام نص ساعة وعارف انه مش هينام اكتر من نص ساعة يكمل تلات اربع ساعات فراح عليه الظهر ولا راح عليه العصر ولا راح عليه المغرب ايا كان نام بعد العصر شوية كده صحي بعد العيش فيش اي حاجة رويدا قدر الله ما شاء افعل ما تقولش ربنا زعلم مني ولا انا عملت ذنب اي ضيع صلاتي ولا اي حاجة بهدوء زي ما النبي قال لهم كده توضى وصلي على طول ده وقتها بالنسبة لك الضرورة الاخرى اللي بتبيح تأخير الصلاة عن وقتها قال الاغماء فمن اغمي عليه ولم يفق حتى خرج الوقت فليصله متى افق ولا اثم عليه لان ذلك ذلك لان الاغماء كالنوم في ستر العقل العقل تسطر وفقد الوعي قال قم تلاتة يبقى النوم الاغماء تلاتة النسيان لقوله صلى الله عليه وسلم من نسى صلاة فلأو من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك البخاري ومسلم واحد مصلي ومواظب وبعدين يا اخي حصلت لنا كلنا هو ماء وبرق نفسي حصلت لي فجأة ايه ده مصليتش الظهر ايه ده مصليتش العصر حصل حاجة واوعة خد بالك انا بقول لي نفسي ده واوعة تستكبر نفسك عن الماضي مش حد بعيد عن ده نسيت صلاة اما لتفتكر ايه اه اه والصحابة سألوا النبي فقال للصحابة ياللي نسيت ابقى صليها لما تفتكرها هتحصل معاك مرة مرتين في عمرك برضو ما تنسبش الكلام ده ان ربنا غضان عني ربنا مش عايزني عشان كده نساني لا من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ابو خلي المسلم رقم اربعة جهاد العدو يبقى النوم الاغماء النسيان جهاد العدو فان شغل المسلمون بقتال العدو ولم يتمكنوا من تأدية الصلاة على اي وجه من الوجوه حتى خرج وقتها فليصلوها متى تمكنوا حصلت مع النبي في صلاة العصر النبي فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق بين وبين المشركين تلاتة اربعة متر حفرة الخندق بيضربوا بالطوب ويضربوا بالسهام ويضربوا بالنبل ويضربوا بالسيوف وبيرموا حاجات لو اديته ضهري عشان اروح اصلي يعني حاجة هتيجي في ضهري سأصاب او حتة من الخندق ستفتح وممكن حد ينزيب الحصان ويعدي وتجتاح المدينة ففضلوا يحربوا لغاية ما الشمس غربت فعن جابر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس المغرب الدنيا فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله والله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب صليت العصر يا دوبك قبل المغرب بدقيقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الصادق الامين والله ما صليتها شوف يا عمر انت صليت انت زعلان طب انا ما صليتش العصر فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا مكان كده فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب شايف جمال دينا لما يضرب المثل بواحد اتحط في ازمة كبيرة لدرجة انه الزنقة اللي اتزنقها الصلاة راحت الازمة المحنة الصلاة راحت فويبقى مين صاحب القصة الشريفة سيدنا محمد عليه الصلاة رحمة رحمة وطبطب على كل واحد حصل له مشكلة زي دي مواظب على صلاته طول عمره بس حصل له ازمة زي دي فضعت منه صلاة على كبري بقى كان زحم افليني الطريق عشان في حدسة ايا كان قالوا عن ابن مسعود ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهرة ثم اقام فصلى العصرة ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء الحرب بدأت مع طلوع الشمس فضلنا نحارب وشنا في وش العدو احنا الف وهم عشر تلاف لغة من العشاء قدمت ياه ياه على اللحظة دي رواية تانية اخرجها التلمذي او المغرب قدن على حسب الرواية اخرجها التلمذي والنسائي نقف هنا والمجلس اللي جاي ان شاء الله نكمله بعد كده